أبو أيوب الأنصاري يا سلام الصحابي الجليل عويمر بن زيد أو قيل عامر بن زيد اختلفها في اسمه لكن كنيته لاختلاف فيها هو الذي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ستة أشهر رضي الله عنه أرضا وكان ابن عباس يحملها له فلما كان يأتي لزيارته في العراق فكان ابن عباس يهدي له الخدمة والدوابة والأموال يقول لضيافتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مات معمرا رضي الله عنه أرضاه ومدفن على أبواب القسطنطينية اسطنبول الآن في تركيا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه لما أتت القصواء وبركت في مكانها فإذا بالناس على مدرجتها من الجهتين كل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينزل عندهم ضيفا ويقولون إلى الضيافة والمنع وإذا بأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه في حركة يسيرة يأخذ متاع النبي ويذهب لما باركت الناقة وإذا بالناس حوله عليه الصلاة والسلام يدعونه للضيافة فقال أين رحلي قالوا عند أبي أيوب قال المرء مع رحله المرء مع رحله فضيفه أبو أيوب عنده وجعله في أعلى الدار وأبو أيوب أهله في أسفلها وكان يأتيه بطعامه قبل أن يأكل منه شيئا إذا طبخوا الطعام وطهوا الطعام يأتي به للنبي أول عليه الصلاة والسلام فكان في البداية قال أين تريد يا رسول الله قال السفل أرفق بنا يغشان أصحابه قال خلنا تحت وهذا من فوئد إذا نزل ضيفا ألا يكون مزعجا لأهليش الدار ولا سيمة إذا كان سيطرقه الناس يأتون للزيارة إذا كان طالب علم أو رجل وجيه أو كذا قال السفل أرفق منها كذا في البداية فكان يأتيه بالطعام ثم إذا بقي يأخذ الماء ويتفقد أصابع النبي عليه الصلاة والسلام رجاء البركة فجاءه يوما بطعام فيه ثوم أو بصل ثم أعطاه إياه وانصرف عنه فرجع إليه فوجد أن الطعام كما هو فهنا خشي أن يكون قد نزل فيه وحي من السماء فقال يا رسول الله ما بك قال إن فيه ثوما أو بصلا وإني لا أناجي من لا تناجي فقال أحرام هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا ولكني أناجي من لا تناجي قال لا جرم لا أكله بعد اليوم تلقى أخونا في الله التنبل والبنبل والسفة والنفة كرمكم الله والدخ الله عفونا وإياه وهذا شيء حلال لا حرمة فيه يقول لا جرم ما عدتنا أننا أكلها نهائيا ولا حرج في ذلك قال وكان أبو أيوب يناو في أعلى الدار مع أهلي قال فانكسر حب لنا الحب اللي هو الزير أو الإناء الفخاري اسمه حب الإناء من الفخار هذا الزير عرفتوا هذا يسمى الحب انكسر حب لنا فجلس طول الليل سبحان الله يقوم بوضع إزاره وإزار أهله ليمنع نزول الماء لأن البيت كانت من الجريب معرشة هكذا ثم نزل إليه قال يا رسول الله والله لا أعلو دارا أنت أسفلها اطلع أنت فوق وإحنا تحت والضيف اللي يجي لك يدخل ما في أي مشكلة شوف سبحان الله مدى المحبة قال فانكسر حب لنا فأخذنا بأزرنا أنا وأهلي نجمع الماء حتى بيتنا في طائفة الغرفة الحجرة أخذنا ركنك دنمين فيها شوف مدى محبة هؤلاء القوم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبعد أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وحجرات نسائه انتقل إليها نعم